نزلنا مع جهود وزارة الداخلية حيث وصلت حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجم السلع والبيا بأسعار أزيادة من السهر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 486 قضية تموينية بمضبوطات بلغة 160 طن وفي مجالي حجم السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تمع ضبط 41 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيا بأزيادة من السهر الرسمي تم ضبط 119 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 718 قضية من بينها 196 قضية خبز نقص للوزن و174 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات وقد تم ضبط قرابة 12 طن أقنح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي ترجمة نانسي قنقر